بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حرق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحي نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزسنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أغتم إلا بشر مثلنا وما أنسل الرحمن من شيء إن أغتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من ودونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ظلال مبين إني آموت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنسلا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاسئون ألم نروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأصرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت ويديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العسيس العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عذك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أدوى تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أدنا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا سريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إذ ما كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة وتأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم نرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم نعسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محقرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم فامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اللوم بما كنتم تكفرون اللوم نختم على أفواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبغوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمصخناهم على مكانتهم فما استتاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقدون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من وكان حجا ويحق القول على الكافرين أولم نروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وفهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من ودور الله آلية لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محذرون فلا يحسنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم نرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وزرم لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مروة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه ترقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن نخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نحن نزيد ترجمة نانسي قنقر